اشتركوا في القناة وشيئا من مواقف السلفي في الإخلاص وذلك يحذر الهممي لهذا الأمر العظيم وجزاكم الله خيرا يا معالي الشيخ خير الجزاء وكذلك أنتم يا معيذنا يا مديعنا المحبوب أبو خارب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله هيك وجزاك الله خيرا وأما الإخلاص فالعمل لا يقبل إلا بشرطين الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا توفر الشرطان في العمل فإنه يقبل بإذن الله وإذا اختل أو اختل واحد منهما فإن العمل لا يقبل فالإخلاص لله يعني الإخلاص من الشرك الأكبر والأصغر وأن يكون المقصود بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة ولا طمعا في دنيا وإنما يكون طمعا في رضا الله وفضله ومغفرته ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون فيه بدعة لا يكون فيه بدعة وإحداث لم يشرعه الله ولا رسوله فإن البدع مردودة لا تقبل وصاحبها آثم لا مأجور وقد قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة والله جل وعلا قال وقالوا لن يدخل الجنة يعني اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم أي هاتوا دليلكم على ما تقولون إنه لن يدخل الجنة إلا أنتم اليهود والنصارى لأن كل الدعاوة تحتاج إلى دليل يؤيدها وأما إذا كانت مجرد دعاوة فإنها لا تقبل بدون دليل ثم قال جل وعلا بلى من أسلم وجهه أي بلى يدخل الجنة كل من أسلم وجهه لله هو محسن ومعنى قوله أسلم وجهه لله يعني أخلص العمل لله ومعنى قوله جل وعلا وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يعمل وفيما يقول والسلف الصالح كانوا أحرص الناس على هذين الشرطين في أعمالهم يخلصون لله ويكتمون أعمالهم ولا يظهرونها لأجل الإخلاص لله عز وجل يجعلونها بينهم وبين الله ما استطاعوا ويحرصون على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحيدون عن سنته ولا يبتدعون ولا يزيدون هذا موقف السلف من الإخلاص لله عز وجل